قامت مؤسسة حياة كريمة بإعادة بناء منزل مملوك لأحد الأهالي بقرية مسارة مركز ديروت بمحافظة أسيوت كان قد انهار قبل شهرين وتسبب في وفاة أربعة أطفال وتم بناء المنزل من قبل مؤسسة حياة كريمة ويجرى تركيب الأبواب والشبابيك وتوصيل المياه والمرافق دريت بينا حياة كريمة جات جمت بالكل حاجة بالمباني وبالصبا وبكل اشتغالات البيت لغاية وقف البيت على أول دور دو الوقت بالصبا والعمدان والبيبان الخشب والكهرباء والسباقة وكل والله بارك لهم ونشكر السيد الرئيس عفتاح السيسي اللي هو جان بكل حاجة معنا قصة المنزل دي بدأت من ايه؟ من حوالي شهرين أو أكتر جاننا خبر من أحد المسؤولين أن حدث في البيت ده أنه على السقف على الموجودين فيه حدث فيه أنه هو توفى فيه أربع أطفال فقمنا بفريمة مسحية كريمة قدمنا واجب العزاء تمام؟ وشوفنا احتياجات الحالة محتاجة ايه؟ فإحنا تكلمنا مع صاحب الحالة تمام؟ إنه هو محتاج إحلال وتجديد للبيت وإحنا قدمنا ليه الدعم المادي والمعنوي تمام؟ واشتغلنا في البيت شغالين دلوقتي وصلنا فيه نسبة نجاح فيه 60% تمام؟ يعني احنا شغالين النهاردة فيه كهرباء ووسباكة ونجارة وكده فإن شاء الله نسبة التنفيذ فيه جميلة جدا لأن الكلام ده يعني احنا بدين فيه من حوالي 20 يوم أو أكتر